تهلاً وسهلاً بحضراتكم مرة أخرى عزائي المشاهدين خلينا نروح لأخبارنا بقى أخبار البيت الكبير مسماني بيحاضر اللاعبين بالفيديو إيه الأخطاء اللي حصلت في المباراة الأخيرة كالعادة دايماً الخبر ده بنقوله لحضراتكم دايماً مسماني ما بيجي يتكلم مع اللاعبين سواء بيتكلم من ناحية النظرية وساعات طبعاً بالفيديو من خلال محاضرة فنية بيشرح فيها كل اللي بيحصل أو كل اللي حصل سواء من إيجابيات أو سلبيات في المباراة السابقة وإيه اللي حيحصل في المباراة اللي جاية في ظل غياب عشر لاعبين الحقيقة وفي ظل غيابات كثيرة جداً وإصابات كثيرة داخل النادي الأهلي ولكن خلاص اللي موجود زي ما حضراتكم شايفين بيتكلم مع أحمد عبدالقادر بالشناوي وعلي لطفي وحمزة ومصطفى شبير بيتمرنوا الحمد لله الأمور ماشية بشكل طبيعي جداً بكرة الكل بيركز فقط في المباراة وكيف إن شاء الله يستطيع النادي الأهلي أنه يسعد جمهوره مرة تانية خصوصاً بعد خسارته الأخيرة من نادي سانداونز بهدف مقابل لشيء زي ما حضراتكم شايفين كالعادة دائماً تمرين النادي الأهلي بيبقى حاجات صغيرة كده اللي عيبت تتعود أكتر على الباص الكتير داخل أرض الملعب وبعض الجمل الفنية من بيتسو موسيماني تدريبات بدنية وتأسيمة قوية وميران مكثف لحراسة المرمى وثناء الأهلي يسافران إلى سلوفيكيا الجمعة لبدء الاحتراف إن شاء الله كل التوفيق وكانوا موجودين معانا الحياة مبالح محمد مغربي ومحمد ياسر كل التوفيق لهم إن شاء الله في أعارضهم ويرجعوا لنا أفضل وأفضل من هذه الفترة المريخ بيعلن موقفه النهائي من مواجهة النادي الأهلي في القاهرة نادي المريخ السوداني بيعلن عن موقفه النهائي من مواجهة النادي الأهلي في دورة أفطال إفريقيا في القاهرة بعد خروج أنباء تشير لرغبة المريخ في نقل المباراة من القاهرة بعد تحسن موقفه في المجموع أكد مسؤول المريخ لنظرائهم في الأهلي أنه لا يوجد أي نية لا يوجد أي نية لنقل مباراة الفريقين من القاهرة مشددين على رغبتهم في إقامة المباراة باستاذ السلام ولكن طلب مسؤول المريخ حضورا جماهريا سودانيا لتدعيم الفريق في المباراة أمام النادي الأهلي زي ما حضراتكم عارفين إن شاء الله المباراة يوم السبت القادم الاتحاد بيتعادل زي ما أعطيت لكم مع طلاع الجيش ويرس إستن كامبني بيفوز في أولى المباريات على سيراميكا كل وبطرة اتحاد كرة القدم رضا على كل الكلام اللي بتقال لم نحسم مصير كأس مصر للموسم الماضي كشف مسؤول التحاد كرة القدم برئاسة أستاذ جمال علام على أنه لم يتم حسم مصير مسابقة كأس مصر للموسم المنقضي حتى الآن سواء بالإلغاء أو باستئنافها خلال الفترة المقبلة قال مسؤول التحاد كرة القدم أنه في حال إلغاء هذه المسابقة سيتم إعداد تقرير عن أسباب الإلغاء ونفس الأمر في حال استئنافها ماشي قدينا مستنين نشوف إلا حيحصل وبرضو نروح مرة تانية للتحاد كرة القدم بيقول لم نتسلم مكافأة الصعود لنهائي أمم إفريقيا وكيروش يكتمع بجمال علام للتجهيز لمبارتي المنتخب السنغالي مهمة جدا الكل دلوقتي بينتظر إن شاء الله بعد الفترة الأسبوعين ثلاثة اللي جايين دول الكل دلوقتي حيبتدي بقى يفكر في مباراة السنغال منتخبنا الوطني أمام السنغال سواء في القاهرة أو في السنغال ويا رب إن شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا الوطني في هذه المباراة فاصل وبعد هذا الفاصل حنستقبل الفقرة الأولى حيكون معنا نجم النادي الأهل السابق النجم الكبير كابتن عادر عبد الرحمن هتكلم معنا عن مباراة بكرة وفي الجزء الأخير من هذه الحلقة هيكون معايا كريم سعيد وأحمد سابت هنتكلم أيضا عن مباراة غدا من الناحية الفنية وكيف يستطيع النادي الأهلي أن يفوز في مباراة غدا بعد الفاصل النجم الكبير كابتن عادر عبد الرحمن اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة